الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى له الحمد كله أوله وآخر وظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان اليوم الدينة ما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قصة صحابي صحابي هذه الحلقة صحابي جليل صحابي له من السابقة والفضل ما بوأه أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قد تقدم إسلامه فهو من الستة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر المبارك فقد أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعاً وأرضاهم وبلغهم ما أملوه من خير وفضل سعد بن أبي وقاص تقدم إسلامه فكان إسلامه قديماً كما ذكرت وهو من الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم حياته منذ أن أسلم إلى أن توفاه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان على صبر وثبات في ما أصابه من أذى المشركين في مكة حتى أذن الله تعالى بالهجرة فهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد المشاهد كلها شهد أحداً وبدراً شهد بدراً وأحداً وسائر المواقف التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كان أول من رمى بسحم في سبيل الله بل في أحد كان رامياً جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه أما رميه فكان قبل ذلك فحيث قيل إنه أول من رمى بسحم في سبيل الله وأول من أرى قدماً في سبيل الله لكن في أحد تميز بأنه من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وقد نثر له النبي صلى الله عليه وسلم كنانة وقال له ارمي في ذاك أبي وأمي ولذلك قيل إنه لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في التفدية بالأبي والأم لأحد كما جمع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان حسن البلاء اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقترح عليه جملة من الأمور التي حفظتها السنة المقصود أن سعداً كان مميزاً ويكفيه تمييزاً أن النبي صلى الله عليه وسلم عده في العشرة المبشرين في الجنة فقال سعد بن مالك في الجنة وهذا يريد به سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة كغالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاده وبذله أو بواءه أن يخرج لنشر الإسلام وإظهار دين رب العالمين فكان له مشاركة في الجهاد والقتال وسائل الفتوحات التي أجرها الله تعالى على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة الكرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في الأفاق وكان بداية ذلك ما سيره النبي صلى الله عليه وسلم من جيش مؤتة الذي حصل فيه مقتل بين المسلمين وبين الروم وحصل به الفتح المبين الذي أظهر به قوة المسلمين برد المشركين عن المسلمين ومعرفتهم بأن هؤلاء ليسوا أوباشا ليسوا ضعفا ليسوا لا قوة لهم ولا قدرة بل هم بثبات إيمانهم ورسوخ يقينهم على قدرة بالغة أن يهددوا أكبر الجهات قوة في ذلك الزمان الروم وفارس فاستمرت الفتوحات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان سعد رضي الله تعالى عنه من المبادرين فخرج إلى العراق وحصل على يديه من الفتوحات الشيء الكثير وكان من ذلك الوقعة الشهيرة القادسية فكان قائد عمر في القادسية وقد وله عمر رضي الله تعالى عنه وأمره بأن يبلغه بما يكون فكان أميرا صالحا راشدا كتب الله تعالى على يديه من فتح القادسية والانتصار فيها وظهور أهل الإسلام ما أباد أطمع الفرس وشتت شملهم ومزق ما كانوا يطمعون إليه من ملك وانتشار وأذهب ما كان في نفوسهم من الاحتقار والنظرة الدونية لهؤلاء العرب الذين خرجوا من جزيرة العرب لنصة الحق ونشري أنوار الهداية التي عمت الآفق سعد مكث ما قدره الله تعالى له في ما كان من ولاية له في العراق وله عليها عمر ثم إنه رجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه ومكث فيها بقية ما بقي من خلافة عمر ثم بقي بعد ذلك في خلافة عثمان وكان من الستة الذين أسندت إليهم الخلافة بعد عمر رضي الله تعالى عنه حيث انتخبهم وجعل الأمر في هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم رب عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقص جعل الأمر فيهم لينتخب المسلمون منهم من يرون الولاية فيه فتنازل أربعة وكان الأمر دائرا بين علي وعثمان فاجتهد عبد الرحمن بن عوف في معرفة من يختاره المسلمون فوقع الاختيار على عثمان فبايعه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وكان عثمان بن عفان ثالثة الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك مضى الأمر على ما هو عليه مدة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتل رضي الله تعالى عنه وصار الأمر إلى علي رضي الله تعالى عنه وخرج عليه ونزعه في ذلك أهل الشام ووقع ما بين المسلمين فتنة عظيمة في مقتلة بين أهل الشام وأهل العراق بين علي ومعاوية وقد انعزل رضي الله تعالى عنه انعزل سعد بن أبي وقاص عن هذه الفتنة فكان ممن اعتزل رغم أنه رضي الله تعالى عنه قد طلب منه الخروج طلب منه مشاركة حتى ان هشام بن عتبة بن أبي وقاص قال له عارضا عنه قال ها هنا مئة ألف سيف كلها تدعوك إلى أن تخرج وتبايعك فقال رضي الله تعالى عنه أبغني سيفا وانظر إلى هذا الورع وهذه الدقة في التورع والنظر إلى مالة الأمور قال أبغني سيفا من هذه المئة ألف إذا ضربت به مسلما لم تقتل وإذا ضربت به كافرا قتلته معناه أنه لا يمكن أن أشارك لأنه السيف لا يميز بين المسلم والكافر فإذا جئتني بسيف أميزي به بين المسلم والكافر فعند ذلك أكون معك استمر على ما كان عليه رضي الله تعالى عنه من اعتزال ومضى على هذه الحال حتى وفته المنية في الخمسينات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف في تحديد سنة وفاة قيلة ستة ست وخمسين وقيلة سنة ثمان وخمسين والله تعالى أعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم قصة صحابي أستودعكم الله الذي لا تضع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته